كان هناك رجلان رجل يدعى رونالد جيمس ريد عامل ميكانيكيا في محطة وقود لخمسة وعشرين عاما وعمل سبعة عشر عاما بدوء من جزئي كعمل تنظيف في أحد المتاجر وقد كان دخله من كل العملين متواضعا حتى تعليمه كان متواضعا الثاني ريتشارد فوسكن يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفورد كان مسؤولا تنفيذيا في شركة كبيرة تمتع بسيرة مهنية لامعة لدرجة أنه تقعد في الأربعينية من عمره مات رونالد جيمس سنة 2014 عن عمر فقط 90 عاما أوصى بواحد مليون دولار فاصل اثنين لمكتبة محلية وأربع مليون دولار فاصل ثمانية لمستشفى في المقاطعة التي عاش بها كان هذا جزءا من الثروة التي تركها والمقدرة بثمانية ملايين دولار الثاني فوسكن وقف عام 2008 أمام قاضي الإفلاس وقال ليس لدي دخل حاليا في النهاية انهار كل شيء وأصبح مفلسا ومدانا كيف إذن انتهى الأمر برجل في مهنة متواضعة بتعليم عادي بترك مبلغ كبير وبرجل ذو تعليم مالي مرتفع وسيرة مهنية مميزة إلى الإفلاس لم يربح رونالد جيمس ريد ناصيب في حياته ولم يرث أي مبلغ من المال طيلة حياته ادخر كل ما أمكنه من المال واستثمره في شركات وأمور وترك ثروته تتراكم على مر السنة ريتشارد فوسكن اقترض مبالغ كبيرة من أجل توسيع منزل بأحد عشر حماما ومسبحين ومسعدين وسبعة مرائب بتكلفة صيانة تصل إلى تسعين ألف دولار شهريا بعد أزمة 2008 أفلس فوسكن بسبب ارتفاع الديون والأصول غير السائلة هل يمكن أن نسمع قصصا مشابهة في مجالات أخرى؟ أظن أنه من المستحيل أن نسمع قصصا من هذا النوع فلا يمكن تخيل القصة تتحدث عن أن رونالد مثلا أجرى عملية زرع قلب وكان أبرع من جراح تخرج من هارفرد ولا أنه كان في الفيزياء النووية أفضل من هيدكي يوكاوا لماذا إذن نسمع عن قصص مشابهة في مجال الاستثمار؟ معظم الأحيان يعلم المجال المالي كونه علما له قواعد وقوانين دقيقة مثل الفيزياء لكن مورغان هاوس يجادل بأن هذا غير دقيق تماما فيمكن مثلا تفسير سبب انهيار جسر تفسيرا دقيقا لأن بناءه تم بعلم دقيق هو الهندسة المعمارية وبالتالي يمكن تفسير سبب انهياره كذلك لكن لا يمكن تحديد سبب الانهيار الاقتصادي عام 2008 بنفس وجه الدقة النجاح المالي إذن ليس علما صعبا ولا دقيقا بل هو في الحقيقة مهارة ناعمة يتفوق فيها السلوك على المعرفة حيث يمكن لشخص عادي ويعرف كيف يتصرف أن يكون ثروة بينما شخص عبقري في علم المال ولكنه يفقد السيطرة على سلوكه أن يكون كارثة مالية وهذا ما يفسر نجاح شخص ذو تعليم متواضع وسيرة مهنية بسيطة مثل رونالد ريد وفشل آخر صاحب تعليم مالي راقي وسيرة مهنية مبهرة مثل ريتشارد فوسكن ما هي إذن هذه المهارة الناعمة؟ عام 2018 كتب الصحفي المالي في صحيفة غولستريت جورنال مورغان هاوسن تقريرا أورد فيه العيوب والأسباب الأهم للسلوك المؤثر على الناس عند تعاملهم مع المال أطلق على التقرير اسم السيكولوجية المال وبعد عامين تعمق في الموضوع أكثر وكتب كتابا بنفس الاسم سيكولوجية المال أو علم نفس المال وهو هذه المهارة الناعمة يقول مورغان أن الهدف من الكتاب هو توضيح أن المهارات الشخصية أو السلوك أهم من الجانب الفني للمال أي كيف تتصرف أكثر أهمية مما تعرفه هذا الكتاب يختلف تماما عن كل ما كتب تقريبا عن المال حيث ينطلق من فكرة أن النجاح المالي ذو علاقة بسيطة بمدى ذكائك لكن علاقته وثيقة بكيفية تصرفك ودراسة المال من منظور علم النفس يعطين فهما أعماق لأسباب الإخفاق وعوامل النجاح ومن وجهة نظر الكاتب فإن الاستثمار ليس اختبارا للذكاء بقدر ما هو اختبار للشخصية الكتاب مقسم إلى عدة أفكار مستقلة يمكن قراءة كل منها قراءة مستقلة ستجد في مربع الوصف عزيزي توقيت كل فكرة إنشئة الاستماع إليها مباشرة أو الرجوع إليها لاحقا أخبرنا ما هي أهم فكرة أو أهم الأفكار التي تتفق معها سيكولوجية المال عام 2006 قام أولريك مالمندر وستيفان نيجل وهم اقتصاديان من المكتب الوطني الأمريكي للبحوث ببحث بهدف معرفة ماذا يفعل الناس بأموالهم مظريا يجب على الناس اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على أهدافهم والخيارات المتاحة لهم لكن الباحثان وجد أن الواقع يختلف تماما فالقرارات الاستثمارية اتخذوا بناء على أمور أخرى مثل تجاربهم في جيلهم خاصة تلك المبكرة في مراحل سن الرشد الأولى كل شخص من جيل مختلف وبيئة مختلفة لديه نظرة مختلفة للمال وكيف يجب أن يصرف أمواله فاعتمادا على عصرنا وأين نعيش وبيئتنا التي نشأنا فيها نختبر عالم المال بشكل مختلف فالفرق بين شخص ولد عام 1970 وآخر ولد عام 2001 أو شخص عاش في الخليج وآخر في إفريقيا وشخص عاش في ظل نظام منفتح وآخر تحت حكم ديكتاتوري سيكون فرقا كبيرا تماما فالأشخاص تتنوع أجيالهم ونشأتهم والقيم التي نشأوا عليها لقد ولدوا ويعيشون في ظل اقتصادات مختلفة ويتعاملون مع أسواق عمل مختلفة حيث تختلف عوامل الحظ والفرص والحوافز فنتعلم الدروس بطريقة مختلفة وننظر إلى المال نظرة مختلفة تماما كل فرد له تجربته الفريدة في العالم ما تجربه يقنعك أكثر مما تتعلمه من شخص آخر لهذا فلكل منظره المالي الخاص شخص نشأ في الفاقة يفكر بطرق مالية لا يمكن لشخص نشأ في الثراء فهمها وإن حاول فعندما تتشكل نظرة الناس إلى المال في عوالم مختلفة فحتما ستتفاوت وجهة النظر المالية بينهم ما يبدو منطقيا لك قد يبدو جنونيا لشخص آخر وهذا الاختلاف موجود حتى بين الأشخاص المتشابهين كثيرا حتى نفس الشخص قد يتخذ قرارا ماليا خاطئا ولكن يكون منطقيا بالنسبة له في ذلك الوقت لنعرف الآن كيف يلعب الحظ والمخاطرة دورا في حياتك ونجاحك المالي سنة 1968 بعد جهود مدرس رياضية يدعى بيل دوغل جلب إلى ثانوية ليكسايد بالقرب من سيعة الجهاز الكمبيوتر كان وجود جهاز الكمبيوتر في مدرسة ثانوية أمرا استثنائيا فحتى في معظم كليات الدراسات العليا في الجامعات ليس هناك جهاز الكمبيوتر وحتى الموجود فيها لم يكن في مستوى الجهاز الذي جلب إلى الثانوية كان هناك فتى في الثالثة عشر من عمره شغوفا بهذا الجهاز هو وصديق له لم يكن الكمبيوتر جزءا من منهج الثانوية العام لهذا تمكن الفتيان من العمل عليه في أوقات فراغهما في عطل نهاية الأسبوع وبعد الدوام وحتى في وقت متأخر من الليل وسرعان ما أصبح خبيري كمبيوتر في أحد الليالي أمام الجهاز قال الفتى لصديقه ماذا لو تمكن يوما ما من امتلاك شركة كمبيوتر ربما كان هذا جزءا من حديث أطفال أحلى مياقظة ربما بعد سنوات قليلة بالتحديد سنة 1975 أسس الفتيان تلك الشركة الآن تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار أي ألف مليار دولار نعم صديق رائع كما خمنت تماما هي الشركة مايكروسوفت والفتى هو بيل جيست صديقه هو بول آلان الشريك المؤسس يروي لنا الكاتب هذا القصة كمثال على الحظ الذي ساعد في نجاح بيل جيست يقول بيل جيست شخص دكي جدا ومثابر جدا وتحل برؤية في مراهقته في مجال الكمبيوتر لم يفهمها معظم المديرين التنفيذيين في المجال لكن بدايته المبكرة ساعدته جدا في ذلك فلولا الكمبيوتر في ثانويته التي كان يدرس بها لما وجدت مايكروسوفت هذا ما قاله بيل جيست في كلمة أمام طلاب ثانوية لإكسايد نفسها عام 2005 قال لو لم تكن هناك مدرسة لإكسايد لما كان هناك وجود لمايكروسوفت فلولا خبرته في المدرسة الثانوية لما وجدت مايكروسوفت على الإطلاق كان بيل جيست محظوظا فعلا لقد كانت فرصة التحاقه بثانوية تمتلك جهاز الكمبيوتر سنة 1968 واحد في المليون كان كينت إيفانس زميلة جيتس في الفصل وسطيقا مقربا كان أيضا أحد المحظوظين الذين عاملوا جنبا إلى جنب مع جيتس في معمل الكمبيوتر بالمدرسة لماذا إذن لم يذكر اسمه في القصة لأنه لم يصبح شريكا في مايكروسوفت أبدا توفي في حادث تسلق قبل انتهاء المدرسة الثانوية كانت احتمالات حدوث هذه المأساة واحد في المليون كذلك تمتع كينت إيفانس بنفس قدرة ومهارة زميلة لكن انتهى المطاف به في الجانب الآخر من اللعبة يقول الكاتب إنها الاحتمالات نفسها لكنها في اتجاهين متعاكسين الحظ والمخاطر شقيقا كلاهما يعكس حقيقة أن النتيجة لا تتوقف على الجهد الفردي وحده الحظ والمخاطر عاملان موجودان في أي نجاح ما لي وإن فكرت بهذا المنظور فستتغير نظرتك إلى أي نجاح وحتى إلى أي إخفاق قبل سنوات سئل الاقتصادي روبارت شلال الحائز على جائزة نوبل ما الذي تود أن تعرفه على الاستثمار ولا نعرفه حتى الآن قال الدور الدقيق للحظ في النتائج الناجحة هل الفشل دائما ناجم عن أخطاء؟ أم هناك عناصر كالمخاطر تتجسد في صورة سوء الحظ؟ لا يحتفي الإعلام بمستثمرين فعلوا كل شيء واتخذوا قرارات جيدة لكن انتهوا إلى الجانب المؤسف بسبب مخاطر لم تكن في الحزبان ويحتفي أولئك الذين اتخذوا قرارات متهورة لكنهم كانوا محظوظين في النهاية وجهين مختلفين لنفس العملة لذلك يكون السعي إلى محاكاة قصص نجاح دون التمييز بين الأفعال القابلة للتكرار المؤدية إلى النجاح ودور الحظ والمخاطر أمر ليس بالحكم فدراسة ومحاولة استنتاج الخطوات من خلال دراسة نجاح أو فشل رجل واحد بعينه أمر خطير فكلما زادت درجة النجاح أو الفشل زادت نسبة الحظ والمخاطر في كل ذلك محاولة محاكاة استثمار وارنبافيت مثلا أمر غير عملي لأنه حالة متطرفة أو استثنائية وحسب الكاتب دور الحظ قد يكون كبيرا في حياته المهنية ولا يمكن محاكاة نفس الحظ في حياة شخص آخر بدلا من ذلك يمكن الاستفادة من دراسة شريحة أوسعة من الناس لنجاحات تكون أكثر قابلية لتطبيق من الأمثلة المتطرفة نحن دائما ما نسأل عن استراتيجية الاستثمار والعمل الناجحة كيف تكون ثريا إلى آخره ونبحث عن دروس النجاح والإخفاق لفعل ما فعل الأول وتدنب ما فعل الثاني ونميل إلى افتراض أن مئة بالمئة من النتائج هي بفضل الجهد والقرار الصحيح وننسى عاملي الحظ والمخاطر في كل ذلك الأمر الهام هو إتراك دور الحظ في النجاح ودور المخاطر في الفشل بهذا سنغفر لأنفسنا عند أي إخفاق لنستطيع البدء من جديد فما هو جيد ليس جيدا كما يبدو وما هو سيء ليس سيئا كما يبدو لنعرف الآن كيف نجعل المرمى ثابتا ألا يتحرك كلما وصلنا إليه ولد رجة كوبتا في الهند كان فقيرا معدما ويتيما في مراهقته لكنه حقق نجاحا باهرا وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة ماكينزي وهي شركة استثمارات مرموقة عندما تقعد في 2007 كانت ثروته تبلغ مئة مليون دولار عام 2008 أراد أن يستغل فرصة حصوله على معلومات داخلية حول سفقة استثمار وارن بافيت لخمسة مليارات دولار لمساعدة بنك جولدمان ساكس قبل نشر هذه المعلومات للعامة اشترى 175 ألف سهم من البنك للاستفادة من ارتفاع سعر السهم وحقق له هذا السبعة عشر مليون دولار ويبدو هذا رائعا وسهلا أليس كذلك؟ لا كان من السهل على هيئة الأوراق المالية وإدانته وإداعه السجن لأن تصرفه كان ببساطة غير شرعي برني مادوف المدان بإدارة مخطط بونزي أو احتيال القرن كما يسمى الذي استمر احتياله عشرون عاما يقال أنه سرق خلالها ما يقارب من خمسين مليار دولار كانت لديه شركة استثمار ناجحة وشرعية حقق أحد جوانب عمله القانوني أرباحا تتراوح بين خمسة وعشرين إلى خمسين مليون دولار سنويا كان هذا قبل اتجاهه إلى الاحتيال لماذا يشعر شخص يمتلك مئات الملايين بهذه الحاجة الماسة إلى الحصول على مزيد من الأموال قد يشعر الناس ربما ببعض التفاهم لجراء ما يرتكبها من يعيشون على حافة البقاء لكن أنثل غوتا ومعطف امتلكوا كل شيء مد ضروة هائلة نفوذ وهيبة وحرية وشهرة ومع ذلك رموا كل شيء لأنهم أرادوا المزيد ببساطة لم يكن لديهم شور بالاكتفاء إن التوقعات ترتفع كلما حققت نتائج أفضل مع الوقت ستفقد الشعور بالرضا عن نتائج وسيصبح السعي إلى التقدم بلا معنى ولا القرب أو تحقيق أي هدف له معنى كذلك ويصبح الأمر خطيرا عندما يتحول الأمر إلى جشعة من أجل تحقيق المزيد مزيد من المال مزيد من الطموح مزيد من القوة مزيد من المكان من الشهرة حتى يصبح طلبه المزيد أقوى من الرضاة ليصبح كلما تقدم خطوة إلى المرمى ليسجل هدف يحرق العارضة خطوتين ليشعر أنه متأخر دائما ويسعى للتعويض عن ذلك بمزيد من المخاطرة غالبا ما تتسبب المقارنة الاجتماعية في أن ينظر المستثمر إلى من لديه أكثر منه ويصبح مقتنعا تماما بأنه بحاجة إلى امتلاك المزيد فالقرارات المالية العاطفية تكون مضمرة عندما تبنى على مقدار الأموال التي يمتلكها الآخرون ومقارنة أموالك بأموال الآخرين تعتبر معركة خاسرة لأنه سيكون هناك دوما من هو أغنى منك والدخص الذي يمكن أن تتعلمه هو أنك لا يجب أن تخاطر بما لديك وما تحتاجه لما لا تملكه ولا تحتاجه إذا كان لدى شخص ما يكفي لتغطية حاجياته والكثير من متطلباته عليه أن يتذكر هذه الأمور التالية ليتجنب المخاطر غير الضرورية أوقف الهدف عن التحرك كلما اقتربت إليه لا ترفع توقعاتك كلما ارتفعت نتائجك تقبل أن لديك بالفعل ما يكفي ولا تقارن نفسك بالآخرين سيكون هناك دائما شخص يكسب أكثر منك إذا تخلص من المقارنة الاجتماعية قولك فهو إدراك أن الرغبة في المزيد ستدفعك إلى حد خسارة كل شيء إن الشعور بأن لديك ما يكفي حتى ولو كان أقل من شخص آخر هو السبيل دائما إلى الفوز تذكر أن أمورا مثل الصمعة والحرية والأسرة والأصدقاء والسهادة أمور لا تستحق المخاطرة مهما كانت المكاسب الآن سنعرف ما هي القوة المركبة الخارقة العصر الجليدي فترة في تاريخ الأرض غطت فيها طبقات الثلج أقاليم كبيرة من الأرض تعددت النظريات التي تشرح العصر الجليدي أقربها إلى الدقة حسب الكاتب هي نظرية ميلانكوفيتش باختصار تعز هذه النظرية أن السبب الرئيسي للعصر الثلجي هو الصيف المائل إلى البرودة وليس الشتاء البارد حيث يبدأ العصر الجليدي عندما لا يكون الصيف دافئا بدرجة كافية لإذابة الثلج الشتاء السابق وبالتالي الجليد المتبقي سهل تراكم الثلوج في الشتاء الذي يليه ما يزيد من احتمالات بقاء طبقة ثلجية في الصيف اللاحق ليجذب المزيد من تراكم الجليد في الشتاء الذي يليه والثلج الدائم يعكس المزيد من أشعة الشمس ما يزيد من البرود وهذا يعني تساقط المزيد من الثلج وهكذا دواليك وفي بضع مئات سنين وهو زمن قصير جولوجيا ستنمو كتلة ثلجية موسمية لتتحول إلى صفيحة قارية جليدية العبرة هنا هي أنك لست بحاجة إلى قوة هائلة لتحقيق نتائج استثنائية فيمكن أن تؤدي بداية صغيرة إلى نتائج استثنائية بما يتحدى المنطقة لدرجة أنك لم تصدق أن البداية كانت بهذه البساطة لكن النمو المستمر يؤدي في النهاية إلى نتائج مذهلة يقدم الكاتب وارن بافيت كمثال مالي لهذا أنا أسمعك عزيزي تفكر الكاتب متناقض قبل قليل قلت إن محاولة محاكاة استثمار وارن بافيت أمر غير عملي لأنه حالة متطرفة أو استثنائية أنا فكرت في هذا أيضا عند قراءة الكتاب وعند تلخيصه إليك وجهة نظر المتوضع لا يمكن في الحقيقة محاكاة تجربة وارن بافيت لكن يمكن أخذ الدروس منها والاستجلال بها مثلا في هذا الفصل حيث يريد الكاتب القول إن طول مدة الاستثمار مع العوائد الثابتة تصنع في النهاية قوة مركبة يعتقد الكثيرون أن الثروة بافيت جمعت بالكامل إلى معرفته الجيدة بالاستثمارات لكنه استثمر لمدة 75 سنة حيث بدأ في سن العاشرة إذا كان قد بدأ الاستثمار في سن الثلاثين وتقعد في سن الستين بنفس العائد السنوي أي 22% لكان قد جمع 11 مليون دولار فاصل 9 فقط على مدار حياته أو 0.1 بالمئة فقط من ثروته الحالية مفتاح الاستثمار الجيد ليست تحقيق أعلى العوائد هو كسب عوائد جيدة يمكن تكرارها على مدى أطول فترة زمنية ممكنة لننظر الآن في الحالة المعاكسة وهي كسب عوائد كبيرة لكن لا يمكن الحفاظ عليها فالحصول على المال شيء والاحتفاظ به شيء آخر كان جيمس ليفرمور أعظم متداول أسهم في عصره لقد أصبح أحد أغنى الرجال في العالم خلال أحد أسوأ الشهور في تاريخ المعرصة انهيار أكتوبر عام 1929 ميلادي بعد هذا النجاح الهائل وبعد أربعة أعوام خاطر أكثر وأكثر كان واثقا من نفسه لدرجة الغرور في النهاية فقط كل شيء في سوق الأسهم أفلس ليفرمور وكانت آخر أيامه مأساوية انتهت بالانتحار أغلب كتب المال تتحدث عن كيفية تحقيق الثراء لكن القليل منها يتحدث عن كيفية البقاء ثاريا بعد ذلك فتحقيق الثراء والبقاء ثاريا مهارتان مختلفتان يقول الكاتب أن الأولى تتطلب المخاطرة وهي تعد جزءا ضروريا من كسب المال لكن الثانية تتطلب التواضع وشيئا من الخوف التواضع أي أن لا تغتر بنجاحاتك السابقة والقبول بأن بعض ما قمت به على الأقل ليعزى إلى الحظ ولا يمكن تكراره والخوف يقصد به الكاتب الخوف من زوال ما بنيته بالسرعة نفسها وهذا يذكرك دائما بعدم الذهاب بعيدا في المخاطرة يقول الكاتب إذا اختصرنا النجاح المالي لكلمة واحدة فسيكون البقاء أي القدرة على البقاء لمدة طويلة دون الانسحاب أو الاستسلام واتخاذ عقلية البقاء في أي استراتيجية مالية واستثمارية أو تجارية مهم جدا لسببه أولا عدم المخاطرات الشديدة التي قد تنتهي بخسارة فاتحة وثانيا أهمية القوة المركبة كما قلنا سابقا فهي لا تعمل إلا إذا منحت سنوات وسنوات لتنمو كشجرة البلوط مثلا فبعد عام واحد من زراعتها لن تلاحظ أي تقدم يذكر في نموها لكن بعد عشرة أعوام سيكون الفرق هائلا وبعد خمسين عاما سيكون الفرق استثنائيا يتطلب النمو المالي الاستثنائي والحفاظ عليه أن جات من جميع التقلبات الشديدة المفاجئة والتي تمر على الجميع لتطبيق عقلية البقاء ينصح الكاتب بثلاثة أمور حاول أن تجعل نفسك غير قابل للكسر ماليا بدلا من التركيز على العوائد الكبيرة خاصة في أوقات الأزمات قد تبدو بعض الفرص أن فيها عوائد كبيرة لكن المخاطرة كبيرة كذلك كن مستعدا وتوقع أن خطتك لن تؤتي ثمارها بالطريقة التي يتصورها جدول البيانات يتيح لك توفير هامش أمن التمتع بالمرونة عندما تؤثر عشوائية الحياة أو السياسة أو الاقتصاد على النتيجة المرجوة تزيد هذه الاستراتيجية من فرصتك في النجاح كن متفائلا ومرتابا في الوقت نفسه متفائلا بنجاحك على المدى الطويل ومرتابا بأن الطريق إلى ذلك النجاح مملوء بالمطبات والصعوبات والأحداث غير المتوقع والأمر سيكون هكذا دائما أنت بحاجة إلى ارتياب على المدى القصير لإبقائك في اللعبة مدة كافية لاستغلال التفاؤل على المدى الطويل يقدم لنا الكاتب سرا آخر للنجاح وهو الظيول الذيل مصطلح إحصائي وأحداث الذيل هي أحداث نادرة الحدوث في منتصف ثلاثنية القرن الماضي كانت ديزني قد أنتجت أربعمائة فيلم كارتوني لم تحقق أي تأرباح قبل أن تنتج عام 1938 الفيلم الكارتوني بياض الثلج والأقزام السبعة حققت مبلغ ثمانية ملايين دولار غير هذا حال الأستوديو وتمكن من سداد جميع ديونه هناك مجالات يجب على الشخص أن يكون فيها مثاليا طوال الوقت مثل قيادة طائرة وأخرى يجب أن يكون فيها جيدا طوال الوقت تقريبا مثل طاهن بمطعم لكن ليس في الاستثمار والأعمال يمكن أن يكون الإنسان مخطئا نصف الوقت وما زال يحقق نجاحا ماليا بفضل أحداث الذيل أمازون مثلا تعمل على كثير من المنتجات الفاشلة بل الكارثية أحيانا مثل هاتف فايرفون وهي تخسر الكثير جراء ذلك لكنها تعوضه بمنتجات مثل أمازون برايم وأمازون واب سيرفيس وهما من أحداث الذيل للشركة فليس من المنتجات التي كانت أساسية لأمازون عند طرحها ولكنها نجحت أي في مقابل كل أمازون برايم هناك الكثير من المنتجات التي فشلت والناس في معظم الأحيان لا ترسوا المنتج النهائي ولا ترى الخسائر المتكبدة التي أدت إلى نجاحه إن أكثر الشركات نجاحا هي تلك التي تقوم بأكثر الإختبارات من أجل إخراج حدث ذيل منتج غير عادي في الاستثمار ممكن أن تكون مخطئا بشكل منتظم لكن على صواب بشكل عام المهم ليس ما يفعله المستثمر في أوقات التحكم بل خلال الواحد بالمئة من الوقت في أوقات الجنون والأزمات مثلا الطريقة التي تصرف بها مستثمر لأشهر معدودة بين نهاية 2008 وبداية 2009 خلال الأزمة المالية أهم بكثير مما فعله خلال سنوات بين 2000 و2008 فنجاح المستثمر متوقف على كيفية تصرفه في لحظات الرعب التي تتخلل بسيرته ما هو أكبر عائد يجلبه المال في رأيك؟ لنعرف ذلك يقول الكاتب أن رغبته كانت عندما كان في الكلية أن يصبح مصرفيا استثماريا ودافعه الوحيد هو كسب هؤلاء للكثير من المال كان متأكدا ماءة بالماء أنه سيكون أسعد بحصوله على هذا العمل التحق في سنته الأولى بتدريب صيفي في بنك استثماري خلال أول يوم له هناك تفاجأ بصعوبة العمل فعملهم يمتد ساعات طويلة حيث تعتبر العودة إلى البيت قبل منتصف الليل طرفا يقول إن الوظيفة كانت محفزة فكريا منحته شعورا بالأهمية لكنه كان عبدا لمطالب مديره كل ثانية وكانت هذه الوظيفة كما يقول من أكثر التجارب بؤسا في حياته كانت مدة التدريب أربعة أشهر لكنه تحمل شهرا واحدا فقط كان أكثر بؤسا مع أنه عامل في عمل كان واثقا من قبل من أنه سيجعله أسعد بكثير لماذا؟ لأنه فقد التحكم في حياته وفي وقته يقول إن أصعب ما في الأمر هو أنه أحب العمل وأراد العمل بجد لكن العمل حتى ولو كنت تحبه وفق جدول لا يمكن التحكم فيه يمنح شعور نفسه بالعمل في عمل تقره المال أو المكانة الاجتماعية أو الشهر أو السلع المادية ليست هي ما يحقق السعادة في آخر الأمر في أمريكا مثلا تحسن ظروفهم المادية بشكل كبير خلال ستين عاما لكن هناك القليل من الأدل على أن مواطنيها أكثر سعادة اليوم مما كانوا عليه في خمسينيات القرن الماضي في استطاعها للرأي أجرته مؤسسات غالوب 45% من الأمريكيين يشعرون بالقلق مقارنة بالمتوسط العالمي 39% و55% من الأمريكيين يشعرون بالكثير من التوتر مقارنة ب35% في بقية أنحاء العالم فالمال لا يمكن أن يمنح السعادة ولكن أكبر عائد يقدمه لك المال هو التحكم بوقتك لفعل ما تريد وقت ما تريد مع من تريد وهو يسمح لك بكسب المزيد من الوقت ويوفر المزيد من الاحتمالات فإن كان لك مبلغ معين من المال يكفيك للعيش مدة عام مثلا فستكون عندك مرونة في مواجهة بعض تقلبات الحياة كفقدان وظيفة مثلا أو مشكلة صحية عارضة تمنعك من العمل الآن سنتكلم عن أقل العائدات التي يجلبها المال لك كتب الكاتب رسالة بعد ولادة ولده قال فيها أنت لا تريد سيارة فاخرة ومنزلا ضخما بل تريد الاحترام والإعجاب من الآخرين الذي تجلبه هذه الأشياء لكنك لن تحقق ذلك خاصة من الأشخاص الذين تريدهم أن يحترموك ويعجبوا بك تعلم الكاتب ذلك بعد عمله في خدمة ركن السيارات كيف كان أصحاب السيارات الفخما يحبون نظر الناس له لكنهم لم يدركوا أن أغلب الناس معجبون بالسيارة وليس بالسائق يميل الناس إلى الرغبة في تحقيق الثراء لإرسال إشارة كم هم محبوبون ورائعون لكن المفارقة أن الآخرين لا يرون ذلك بل يفكرون في مدى إعجاب الناس بهم لو امتلكوا مثلها فهم يستخدمون ثروة هؤلاء معيارا ليكونوا مثار محبة وإعجاب سيجلب لك التواضع والتعاطف الصادقين احتراما أكبر مما تجلبه السيارة الفخما والمنزل الكبير الفخما الآن أخبرني عزيزي هل تعرف ما هو الفرق بين الثروة والغنى يمكن للإنسان أن يكون غنيا بدخل يوفر له شراء سيارة جميلة أو منزل كبير لكن الطريقة الوحيدة يقول الكاتب لتكون ثريا هي أن لا تنفق كل المال الذي لديك هذه ليست الطريقة الوحيدة بل هذا هو تعرف الثروة حسب رأيه يجب تحديد الفرق بين الغنى والثراء الغنى يدل على الدخل الحالي فرجل يملك سيارة بقيمة 100 ألف دولار هو شخص غني وفي الحقيقة لن نجد صعوبة في معرفة الأغنى فهم يجتهدون للتعرف بأنفسهم لكن الثروة مخفية فهي دخل لم ينفق قيمتها في توفير الخيارات والمرونة لشراء أشياء أكثر مما يمكن للشخص شراؤه الآن الثروة هي أشياء مخفية إنها كل ما لم ينفق إنها السيارات الفاخرة والمنازل الكبيرة التي لم تشترى الجواهر والساعات التي لم ترتن بالتأكيد أن الأثرياء ينفقون أيضا الكثير من المال لكن حتى في مثل هذه الحالة فما نراه هو غناهم وليس ثروتهم ثروتهم مخفية في الأصول والحسابات والاستثمارات إلى آخره نرى المنازل التي اشتروها وليس تلك التي كان بإمكانهم شراؤها العالم مبلوء بناس يبدون عادي لكنهم في الواقع أثرية وآخرون يبدون أغنياء لكنهم على حافة الإفلاس تذكر هذا عندما تحكم على نجاح الآخرين وعندما تضع أهدافك المستقبلية لكن إذا كانت الثروة ما لا تنفقه فما الفائدة منها على أي حال كريم وعماد شقيقان ورثا نفس المبلغ من المال ولنقل مليون دولار بدأ الاستثمار في نفس الوقت كان عماد مستثمر أفضل من كريم فهو يكسب 25% عوائد سنوية أي 250 ألف دولار وكريم يكسب 15% أي 150 ألف دولار سنويا لكن معدل إنفاق عماد أكبر لأن نمط حياته يرتفع كلما ارتفعت عائداته فهو ينفق سنويا 240 ألف دولار كريم من الجهة الثانية أكثر كفاءة في التعامل مع أمواله وينفق 100 ألف دولار سنويا بعد عشر سنوات سيكون كريم قد راكم مبلغ 500 ألف دولار بينما عماد لم يجمع سوى 100 ألف دولار مع أنه مستثمر أفضل من كريم ونسبة عوائده السنوية أعلى إن بناء الثروة يرتبط أكثر بمعدل مدخراتك منه بدخلك أو عائدات استثمارك فقد يمكن بناء ثروة بدون دخل ضخم لكن لا يمكن بناؤها بدون الإدخار معظم الناس في سعيهم للثراء يركزون على زيادة دخلهم بدلا من محاولة كبح إنفاقهم أولا وهذه مسألة نفسية أكثر منها مالية فبمجرد تلبية أساسياتك وبعض الكماليات أو الراحة سيتم توجيه إنفاقك من خلال غرورك لتظهر للناس أنك تملك المال مدخراتك هي الفجوة بين دخلك وغرورك إذا استطعت كبح جماح رغباتك وكنت أقل قلقا فيما يعتقده فيك الآخرون فستستطيع الإدخار أكثر ويقول الكاتب إن إحدى أقوى الطرق لزيادة مدخراتك ليس بزيادة دخلك إنما برفع مستوى تواضعك إذن فالقدرة على الإدخار تحت سيطارتك تماما على عكس زيادة دخلك التي لا يمكنك التحكم فيها غالبا ولا تنسى ما قلناه سابقا من أن التحكم في وقتك وخياراتك هو أكبر عائد يجلبه لك المال وهذا أكثر العمولات قيمة في العالم لهذا فكر في بداية الإدخار الآن وقبل ذلك ابدأ بتقليل نفقاتك اليوم هل يمكن تطبيق نفس خطط واستراتيجيات الماضي لوضع خطط مستقبلية؟ حدثت كارثة مفاعل فوكوشيما نووي في اليابان في مارس 2011 بسبب زلزال وتسونامي توهوكو بنية المفاعل لتحمل قوة كقوة أسوأ الزلزال تاريخي سابق لكن المفاجأة كانت أن زلزال 2011 كان أسوأ هذا ما يحدث في الاستثمار طوال الوقت فغالبا ما يستخدم الاقتصاديون والمستثمرون التاريخة والبيانات الماضية كدليل للمستقبل من الذكاء أن يتحلى الشخص بتقدير عميق للتاريخ الاقتصادي والاستثماري فهو يساعد على فهم مكامن بعض الأخطاء ومعايرة التوقعات لكنه ليس خريطة للمستقبل بأي حال من الأحوال الغرابة المثيرة للاهتمام في تاريخ الاستثمار هي أنه كلما نظرت إلى الوراء زادت احتمالية أن تنظر إلى عالم لم يعد ساريا اليوم يشعر العديد من المستثمرين والاقتصاديين بالراحة في حقيقة أن توقعاتهم مدعومة بعقود وحتى قرون من البيانات لكن الاقتصاد تطور وتحول من الصناعة إلى التكنولوجيا والمعلومات مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الباحثين عن الفرص ففي الماضي كان الشخص مثلا لا ينافس إلا أهل مدينته أما الآن فأنت تتنافسه مع الملايين من كل البلدان لنأخذ كتابا كلاسيكيا في الاستثمار المستثمر الذكي فالكثير من الأفكار التي جاءت فيه لم تعد صالحة لعالم اليوم لأن البيانات والظروف وحتى الاقتصاد تغير منذ 1949 وحتى كاتبه جرهام قال في أواخر حياته عام 1976 أنه لم يعد أمن بتقنيات انتقاء الأسهم الفردية التي أسسها قبل 40 سنة لأن العالم لم يعد نفسه هناك أمر آخر يجب مراعاته عند وضع الخطط المالي لنعرف ما هو وهم نهاية التاريخ هو مصطلح في علم النفس ظهر سنة 2013 وهو وهم نفسي يعتقد فيه الأفراد من جميع الأعمار بأنهم شهدوا تطويرا مهما في الذات وتغيرات في الأذواق حتى اللحظة الحالية ولكنهم لن ينموا أو ينضجوا جوهريا في المستقبل أي سيبقون كما هم مستقبلا بالرغم من إدراك أن تصوراتهم قد تطورت يتنبأ الأفراد بأن تصوراتهم ستبقى نفسها تقريبا في المستقبل ولهذا يقوم الكثيرون بالتخطيط المالي طويل الأمد غير واعين أن أهدافهم ورغباتهم تتغير بمرور الوقت التخطيط المالي طويل الأجل يمكن أن يكون أصعب مما يبدو من الصعب اتخاذ قرارات دائمة طويلة الأجل عندما يكون تغيير وجهة نظرك مرجحا حول ما تريده في المستقبل إن قبول فكرة أن الأهداف المالية التي حددتها قبل عشر سنوات لم تعد تخصك لأنك شخص مختلف تماما فيمكنك التخلي عنها واستبدالها يمكن أن تكون استراتيجية جيدة لتقليل الندم في المستقبل بعد هذا عليك أن تحدد هويتك المالية الخاصة يمكنك التحدث إلى الأصدقاء المطالعين أو قراءة الكتب من الخبراء الماليين لتطوير فهمك للاستثمار لكن لا تسعى إلى تقليد الآخرين تقليدا أعمى فليس لديهم نفس الرؤية للعالم ولا نفس الأهداف المالية ولا يلعبون نفس اللعبة ابدأ بسؤال نفسك عن اللعبة التي تلعبها وكيفية لعبها وما هي أهدافك المالية إلى آخره فعندما تكون مهمتك واضحة ستكون أقل ميلا للتقليد فأضع لك في مربع الوصف مقالا عن كيفية وضع الخطط المالية في النهاية لنضع كل ذلك معا يقول الكاتب أنه لا يعرف رغباتك ولا متى تريدها ولا السبب وراءها لذلك لن يخبرك بما عليك فعله بأموالك لكنه يقدم لك بعض التوصية المختصرة التي ستساعدك على اتخاذ قرارات مالية أفضل وهي بمثابة خلاصة لكل ما قلناه افضل قصار جهدك لتكون متواضعا عندما تسير الأمور جيدا ولتكن متسامحا ورحيما وعطوفا عندما تسوء الأمور قلل غرورك لتزيد من إمكانية تحقيق الثرى فالإدخار هو الفجوة بين غرورك ودخلك اتخذ قراراتك المالية بحيث تستطيع النوم مرتاحا ليلة الوقت هو أقوى قوة للاستثمار لهذا زد أفقك الزمني كن متواضعا لطيفا وعطوفا ستكسب احتراما وإعجابا أكبر من شراء أشياء لإثارة الإعجاب ادخل فقط من أجل الإدخار وليس من أجل شراء شيء أو قضاء عطلة فالإدخار أفضل حماية لك ضد ما هو غير متوقع وقد يحدث في أسوأ وقت ممكن امنح لنفسك هامش خطأ بين توقعاتك والواقع فهذا سيمنحك القدرة للبقاء في اللعبة للاستفادة من القوة المركبة ستتغير وتتغير أهدافك فلا تأخذ قرارات متطرفة حتى لا تندم عليها حدد اللعبة التي تلعبها وتأكد من عدم تأثرك بأشخاص يلعبون اللعبة بطريقة مختلفة في الأخير أصدقائي أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم وأرجو أن يكون المال وسعلك إلى الثراء وسيلة وليس غاية وسيلة لإسعاد من حولك وفعل الخير ومساعدة الناس ورسم البسمة وليس غاية في حد ذاته للتكبر والبهرجة والظهور والظلم كنت معكم أنا سعيد ولد محمد أرجو لكم جميعا التوفيق ودونتم رائعين